اكد صاحب سمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن التسامح والتعددية الثقافية التي امتازت بها مملكة البحرين منذ القدم حتى اليوم هي مصدر قوة تسعى دوما للبناء عليه بما يحقق التطلعات المنشودة ويعكس رؤى خضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه لتكون البحرين دائما ملتقا للثقافات والحضارات نعم جاء ذلك لدى لقاء سمو يحفظه الله بقصر القضيبية اليوم بحضر سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني السيد برهامة في هارا سوامي المناسق الدولي لبابس هندو ماندير حيث رحب سموه بالسيد برهامة في هاري سوماي وأشار إلى ما توليه مملكة البحرين من اهتمام بتعزيز قيم التسامح والانفتاح على الآخر والتي يتم استلهامها من ديننا الإسلامي الحنيف الذي يحث على نشر قيم المحبة والتسامح إيمانا منها بأهمية التقارب بين الشعوب والثقافات وتكريس السلام من جانبه يعرب سيد برهامة في هاري سوماي عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يوليه من اهتمام بتعزيز قيم التسامح والتقارب بين الشعوب والثقافات وتعزيز السلام متمنيا لمملكة البحرين دوام النماء والإزدهار